السلام عليكم اليوم بدي نضف بيتي هيدا بيتي متل ما شايفين ما شالله اليوم بدنا نضفه بطريقة جدا مميزة وبطريقة كتير حلوة وبعيدا عن المساحة اللي بالعادة اللي منستخدمها او الجلدي مع الفوطة اللي دايما منشيله ومنعصره يلا طعبه ومنعصر على دينا ومنشط على دينا اليوم رح ننشف الفوطة من دون اي كهربة من دون اي نشيفة بطريقة جدا مميزة بهيد القالي الصغيري اللي فعله كتير كبير اللي بتنظف بشكل ما طبيعي وبتنظف كل الاوساخ المستعصية الموجودة على البلاط لكو انا البلاط عندي صار بيبرق برق من جراء هيد القالي الرائعة اللي ريحتني كتير لاحظوا هاي هي القالي متل ما شايفين رح نحطها لحطينا ما ينضيفه بالاضافة لدوته نضيف رح نحط وايضا رح نحط الكلور او الخل حسب ما انتو بتحبوا تعاكمه او حتى منقدر نحط الديتول عندي هايدي النشيفة بقلبها بس انو منحط منحطها لهيدي الفوطة او هايدي الشعيرات اللي بتجي تخيني القطنية بس مجرد انو منحطها بقلب هايدي المصفية رح تعصر لحالة من دون كهربة من دون تشريج من دون اي شي بتعصر لحالة كل المي الموجودة شي رائع وايضا بتملك دوليب خاصة اذا بدنا نجرة على البلاط بالبيت بتريحنا وابدا ما بتعذب رائعة 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 هلا بتشوفوا كيف انا رح اعصر رح اعصرها بقلب هايدي العسارة الرائعة ورح تنشفلي اياها كأن محطوطي بن الشافي شي مميز شي رائع انا بنصحكم تجيبوها من وين بتقدروا تجيبوها بتقدروا تجيبوها من محلات اللي بيبيع اه ادوات المطبخ البلاستيكيات شفتوا شي رائع انا بنصحكم هلا تجيبوها سعرها كتير معقول ومميزة جدا والحلو فيها انو عصايتها كتير طويلة وبتقدروا اه تدخلوها تحت الاساس بالبيت او تحت يعني مثلا تحت الصوفة او تحت تخت مسلا السرير يعني شي مميز جدا انا بنصحكم هلا تروحوا تجيبوها وتشتغلوا فيها وتنطفوا بيوتكن والحلو انو ما رح تتعبوا ابدا ابدا ورح يقلب عنا البلاط رائع ومثل الفيلم ما تنسوا الاشتراك بالقناة بيك بس كلمة اشتراك اسفل الفيديو اذا كنتم من المتابعين الجدد للقناة متل ما شايفين انا نضفت عندي كل البلاط وصار البلاط كتير نظيف وصريب رقب رقب بفضل هايدي الالية الرائعة متل ما شايفين حتى بتقدروا تستخدموها اذا بدكم البلاط المطبخ العلوية لانو بيجي الى راسين لاحظوا هايدي النشيف عم تنشف شي مميز انا منصحكم تجيبوها لانا صراحة كتير كتير ريحتني ان شاء الله هايدي الفكرة اللي قدمتلكون ياتكنها ببيتوها وبتمنى انكن تجيبو مننا لحتى طبعا تساعدكن ولا حتى ايضا تريح عليكن المجهود والتعب وشغل البيت انا بحبكن كتير باي باي